حقاً إنه تشكيل النعمة الإلهية لربما بتسأل ليه خلينا أقول لك اختار التلاميذ مش بس شخص أو أناس عاديين اختار المسيح مجموعة من التلاميذ عجب العجاب يعني خليط عجيب من أطباع من شخصيات من أمزجة كل واحد بيختلف عن التاني ولا واحد حتى مطابق للشخصية الأخرى خلينا أعطيك بعض الأمثلة مثلا إحنا قلنا عن بطرس بطرس الرسول هو الجسور هو المندفع هو الشجاع هو المقدام اللي دائماً بيسأل دائماً بيتكلم أول شخص هو المستعد يقوم بأي عمل الرب بيطلب منه على طول متسرع عاوز يعمل أي شيء يعني إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك مشي على المي في بستانجة سمانة رح مسك السيف وضرب عبد يعني رئيس الكهنة قطع أذنه اليمنى وهكذا بنشوفه دائماً يعني الشخص المندفع اللي بيتكلم بالنيابة عن التلميذ هذه شخصية بطرس من ناحية أخرى أخوه أندراوس الرجل الهادئ الرجل الصامت اللي بيعمل من وراء الكواليس بيعرف إرساليته بيعرف دعوته وكان مركز على الخدمة والدعوة اللي الله دعاه فأندراوس مثلاً هو الشخص اللي كان يجيب الناس ليسوع المسيح ستقولي كم نحتاج أندراوس في كنائسنا في هذه الأيام الشخص المشجع الشخص اللي بيبني الشخص اللي مش مركز على ذاته الشخص اللي ينكر الذات ويركز على يسوع عم بيجيب الناس جاب أخو بطرس جاب اليونانيين وهكذا شخصية أندراوس الصامت الهادئ اللي بيعمل من وراء الكواليس مثلاً نشوف شخصية يحنى يحنى قبل ما يختبر الامتلاء من الروح القدس كان شخصية عاطفية عنده مشاعر حلوة كان المقرب إلى يسوع المسيح مشان هيك بيسموه يحنى الحبيب واحد من مواصفاته الذي كان يتكئ على صدر الحبيب على صدر الرب يسوع المسيح بس لأنه من الجليل والجليلين معروفين يعني بالمزاج الثورجي مرة كان يسوع المسيح داخل قرية من قرية السامريين ورفضوا يعطوا الفيزا يعني ما دخلوش يسوع فكان مغتاز يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء الكفرة والزنادقة وغير المؤمنين وإلى آخره قال له يسوع استنى حبيب استنى شوي لستما تعلماني بيتكلم ليحنى وأخي يعقوب لستما تعلماني من أي روح أنتما هاي مش روح المسيح ولا تعليم المسيح ولا صفات المسيح ولا محبة المسيح المسيح مش جاء عشان ينطقم من الناس وينزل نار مع أنه عنده القدرة حتى عنده صلب يعني قال ولو أنا ممكن أجيب يعني جمهور جيوش من الملائكة أنه تساعدني لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون حتى يدافع عني بس إلهنا نشكر رب مش محتاج لدفاع ويسوع المسيح الكامل لا يحتاج إلى دفاع بل هو الذي يدافع عن نفسه دع الأسد يدافع عن نفسه فإذن شخصية يحنى بين المحبة والعاطفة بين انزال النار لكن عندما امتلأ من روح القدس أصبح رسول الله المحبة